الهامة للعظام والمفاصل موجودة المعلومات عندنا يا شباب الحاجات اللي تركزوا عليها في الأكل عشان اللي عنده واجع في المفاصل أو أي مشكل في العظام ليه كده يا شباب ممكن نقول الأسماك الزريفية زي التونة والسردين والمكريل الكتان زي البذر الكتان الحبوب زي الكورنفلكس الحليب نص الدسم ليه قلت نص الدسم مش خليد بص يا عشان أنا ما بكلمش على حتة برضو ده مش رجيم ده الأكلات الصحية المفيدة جدا اللي عندهم مشاكل في العظام زي التونة بالمفاصل أو عشرة العظام أو كمع حتة الوزن يشرب قدقي لبن يوميا هو ممكن يشرب كباتين لبن في اليوم هم اللي قعدوا قالوا لنا ده فيه معلومة أنه الناس اللي بيشربوا ثلاث كبات لبن بيجي لهم تسمم وبحث على مش عارفة كم أنا ما بولش لتر في اليوم أنا أقول كباتين كبات صبح و كباتين ممتاز جدا وممكن يستبدال اللبن بكبات زبت حليب الصوية أو في حليب الصوية بيحتاج لك كالسيوم بالنسبة عالية وفيه اي تاني حليب الصوية خلي بقى كمان الناس اللباتيين فيه ناس بيشربوش لبن صحيح حليب الصوية ده بديل وأهم حاجة حليب الصوية برضو من حاجات اللي فيها إسروجين يعني بيعوض نعص المرع إسروجين ده للخمسين بقى بالظبط كده السمسم أو بذور السمسم الموز مفيد لحالات التشنج والعضل ورفع مستوى الطاقة اللي بيجي لهم كرامب كتير بالظبط كده فالموز مهم فيه ماغنيسيوم وبوتاسيوم البطاطا غنية بونضطات الأكسادة التي تخفف من التهاب العضلات عصير العنب أنا عمري ما بيعرف عمل عصير العنب ده حال سمهم متأس جده خصوة الناس اللي عندهم يعني أنا بحس العنب ده الواحد وبيتاكل يعني اللي عمله عصير اللي عندهم يوريك أسد كمان اللي عندهم بتحهم البوليك زياغ اللي هو النقرس أو المرض ده الملوك ده الملوك العصير العنب بينفع معي والكريز والكريز كمان والناس مهم جده ناس اللي عندهم يوريك أسد عالي أو نقرس تمام المحزورات بقى الممنوع خالص يعني تتاخد في حالات الوجع المفاصل والخشونة والكلام ده المشروبات الغازية يعني إن الخالة اللي هو النخالة اللي هي إيش اللي هو الردى نفسها الردى والعيش البلدي والأطعام المقلية والسكريات والشاء على قد ما اللي بحبه في الضايت على قد ما بخافه إنه هو حيث يكون فيه ردى نسبتها كبيرة قوي وبياكله كتير قوي أما لو كميات بغسية أربع رغم بلد الصبح رغم بلده الصبح رغم بيش مشكلة فيها تمام ويجب على مرضى نقرس البعض عن اللحوم والبقليات أما من يعانون من هشام من هشام من هشاشة العظام يجب أن يقللوا من تناول السبانخ والله أو البنجر لأنهم بيقللوا من امتصاص الكالسيوم ساسعة رحشي مادة الأجزالية اللي قلت لك عليه في مادة الأجزالية دعاب يتقلل من امتصاص الكالسيوم فبباليها تأسيس سلبي الناس اللي عندهم هشاشة الأزام سلام إحنا خلصنا يا دكتور